تسعى منظمة غير حكومية في الورغوي إلى إنقاذ الخيول قبل أن تتحول طبقا على موائد الفرنسيين والبلجيكيين بشرائها قبل ذبحها في المسالخ التي زاد نشاطها بنسبة 60% عام 2021 علما أن الدولة الأمريكية اللاتينية تصدر كامل إنتاجها من لحوم الأحصنة لأن مواطنيها لا يأكلونها وتتولى منظمة سانتويريو بريميتيفو البحث عن أماكن محمية لتقضي الأحصنة فيها بقية حياتها وبعد إنقاذها من المسلخ يبقى أمام هذه الحيوانات نحو 15 سنة من أصل متوسط عمرها المتوقع والبالغ 30 عاما وتضم الأوروغوي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف نسمة فيما تحوي 500 ألف حصان أي ما يعادل حصانا واحدا لكل سبعة أشخاص ما يجعلها ثاني دولة في العالم بعد منغوليا لناحية حصة الفرد من الأحصنة وتفتقد الأوروغوي لمزارع تربية الخيول ويشكل إنتاج لحومها نشاطا يلي استخدامها في مجالات عدة كالحقول أو الأنشطة الرياضية فعندما تصبح الخيول غير مناسبة لهذه الأعمال يتخلص منها أصحابها عن طريق بيعها إلى المسالخ لكن مصير الذبح الذي تلقاه الخيول قد يكون مفاجئا في بلد يعتبر تناول لحوم الخيول فيه أمرا غير مقبولا اجتماعيا وكانت الأوروغوي عام 2020 سابع أكبر مصدر للحوم الخيول في العالم فيما برزت بلجيكا وروسيا وفرنسا واليابان من بين أبرز المستوردين ترجمة نانسي قنقر